طيب الان هنحكي عن موضوع مهم جدا اللي بدي اياك تعمل وانك تركز معايا كويس في اللي بدي احكيه هنحكي مقدمة عامة عن حاجة اسمها كلاس هنحكي عن مقدمة عامة عن حاجة اسمها اوبجيكت وايش الابجيكت وايش الكلاس وكيف ممكن نستخدمهم وتفاصيل التفاصيل الكتير اللي بعد هيك هنتعامل معها لقدام في فيديوهات قادمة ان شاء الله الان في عندي حاجة اسمها كلاس اسمعت عنها انت اللي اول ما انشأنا البرنامج قلنا لازم يكون في بكج والبكج لازم يكون فيها على الاقل لكلاس واحد لكلاس هذا بيحتوي بشكل اساسي على حاجتين اساسيتين حاجة بنسميها المتغيرات وحاجة بنسميها الدوال حاجة بنسميها المتغيرات وحاجة بنسميها الدوال لا ايش المتغيرات ولا ايش الدوال لقدامها نعرف ولكن بشكل اساسي بيحتوي على الحاجتين هدولا طبعا المتغيرات بيكونوا بالشكل هذا الدوال بيكونوا فيهم جسين بنسميهم برانثيسز أو الجسين اللي مدورين هدولة عشان نميزهم أنه هدولة دوال طبعا الكلمة هذه عبارة عن القيمة المرجعة هنحكي في التفاصيل لقدام طبعا أنا هنا عندي كلاس الكلاس هذا اسمه سيركل دائرة الدائرة من الخصائص تبعتها حاجة اسمها الريديس اللي هو نصف القطر وحاجة اسمها كلر اللي هو اللون لاحظ المتغيرات خليها في بالك المتغيرات هي عبارة عن الخصائص الخاصة بالدائرة هذه في عندي حاجة بنسميها السلوك أو البيهيفير الخاص بالدائرة هذه أو بالإكلاس هذا اللي هو الدوال البيهيفير هي الدوال والبرابراتيز أو الخصائص هي عبارة عن المتغيرات البرابراتيز هي عبارة عن المتغيرات والبيهيفير هي عبارة عن الدوال أو السلوك في عندي دالتين دالة اسمه get perimeter يعني احسب المحيط ودالة اسمه get area يعني احسب المساحة الآن بدي افترض انه عندي class فيه للتنين المتغيرين هدولا وفي عندي دالتين دالة بتحسب لي محيط الدائرة ودالة بتحسب لي مساحة الدائرة كوني انا عملت class بالشكل هذا في الجافا فانا عملت قاعدة اساسية اسمها class كيف يعني قاعدة اساسية احنا بنسميها blue print كيف يعني blue print زي خريطة خريطة البناء انت الآن لما بتروح لمهندس معماري بعمل لك خريطة للدار تبعتك هو ما عملش دار فعليا ولكن عمل لك هيكلية على ورق للدار هادي نفس الفكرة في ال class عمل لك هيكلية للكلاس تبعك وجهزها وخليها موجودة بحيث لو حدا بعد هيك بديو يعمل دائرة بيروح بيستخدم الهيكلية هادي وبيعمل عليها زي الخريطة لما حدا بديو يبني دار بيروح بياخد الخريطة وبيبدأ يبني على ارض الواقع حسب الخريطة ممكن يعمل دار دارين ثلاثة اربعة جد ما يكون على خريطة واحدة الان هاي الفكرة في الجابة انه لكلاس هو عبارة عن المخطط الهيكل الاساسي لا البرنامج تبعك او لا الاشي اللي انت بدك تعمله بعد هيك لو انت بدك تعمل الاشي فعليا بتعمل حاجة اسمها object او الكائن وانا بفضلش التسمية العربية هذا هو عبارة عن نسخة من هذا بمعلومات خاصة مرة تانية هو عبارة عن نسخة من بمعلومات خاصة بمعنى انه انا بدي اعمل دائرة الدائرة هادي طبعا هنا ماشي محدد ولا اللون قديش لانه هذا مخطط عام تمام يعني لما انا بدي اجي اعمل دائرة خاصة بعمل نسخة من الكلاس هذا وبقول له انه الدائرة هادي اسمها دائرة واحد القطر تبعها نصف القطر تبعها عشرة لونها احمر هيني اعملت نسخة على شقة طيب ممكن واحد تاني يجي يقولك انا بدي اعمل كمان نسخة من الكلاس هذا ماشي روح اعمل كمان نسخة بياخد نسخة من الكلاس هذا وبيروح بيعمل سيركل اتنين راديس مثلا 15 لونه ازرج هادي نسخة تانية طيب نسخة تالتة هاي نسخة تالتة نسخة رابعة وهكذا الكلاس ممكن يصير منه اكتر من نسخة او اكتر من انستانس او اكتر من اوبجيكت الابجيكت او الانستانس هادي هي عبارة عن نسخة من الكلاس بمعلومات خاصة تمام كل واحد بدي اعمل نسخة بياخد الكلاس هذا وبعبيه يعني هذا الكلاس اعتبره فورم فاضي تمام نموذج فاضي مش معبه لسه كل واحد بياخد نسخة من النموذج وبيعبيه زي مثلا نموذج ادخال بيانات او نموذج مثلا ورقة استبانة الاستبانة هادي ممكن يوزعها على عشر اشخاص كل شخص يعبي معلومات خاصة فيها لحاله بنفس الفكرة كل نسخة تاخد الهيكلية الثابتة او بتعبي البيانات الخاصة فيها لحال هادا النسخة بنسميها اوبجيكت او انستانس في الها تفاصيل كتير كتير كبيرة لقدام ولكن اللي بدي تعرفه بشكل اساسي انه انا لو بدي اعمل نسخة من كلاس معين بسميها اوبجيكت او انستانس وهادا النسخة بتكون فيها معلومات خاصة من مين من الكلاس يعني كل واحد بياخد نسخة الكلاس وبعبي المعلومات الخاصة فيها لحاله اشتركوا في القناة